حراك دولي فاعل لإحياء عملية السلام في اليمن وإعادة الشرعية والانقلاب لطاولة المفاوضات لكن هذه المرة لمناقشة الخارطة المعدلة التي تقول أخبار عنها إنها تتمسك بصلاحيات وشرعية الرئيس عبد الرب منصر هادي وفي الوقت نفسه تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية بكامل الصلاحيات لكن تلك الخارطة تصطدم بمؤشرات تقول إن الشرعية لا يمكن أن تقبل بها فعلى أي أساس يتم مكافأة الانقلابيين كما تؤكد السلطة الرئيس هادي فالخارطة الأخيرة فيما لو صحت التسريبات التي تتحدث عن خمس نقاط شملتها التعديلات تتقاوز المرجعيات وتجعل المشكلة في السلطة الشرعية لا في الانقلاب عليها تفيد الأنباء بأن اجتماع الرباعية الدولية يوم أمس في برلين ناقش مسائل تفصيلية تمهيدا لعرضها على اجتماع قادم لوزراء خارجية الرباعية زائد عمان لكن نتائج الاجتماع لم يكشف عنها بعد وما إذا كان الاجتماع قد ناقش تعديلات الخارطة الأممية المسربة وآليات وقف إطلاق النار يركز والد الشيخ على وقف إطلاق النار لكن دون ضمانات فكل الهدن السابقة واتفاقات وقف إطلاق النار ذهبت أدراج الرياح وكانت تدخل حيز التنفيذ على وقع إطلاق النار كالمعتادة من قبل الانقلابيين هذا ربما يعطي تفسيرا لموقف الشرعية الرافض لوقف العمليات العسكرية ضد الانقلابيين طالما وهم انقلبون على كل الاتفاقات السابقة دون أن تحدد الأمم المتحدة موقفا حاسما إزاء ذلك وفي مسار موازن للرباعية الدولية يجري تنافس محموم بين طرفي الانقلاب لتهسين الشروط الهزيمة إذ أن هناك أنباء تتحدث عن تواجد وفد حوثي رفيع في السعودية مع مبعوث للمخلوع صالح